مرحبا حبيب قلبي كيفكم؟ بتمنى تكونوا بخير اليوم بدنا نعمل قطيب سودة دجاج مع الفطر بطريقة كتير سهلة وبسيطة وطعم اكثر من رائع وتفضل معي على طريقة التحضير بعتاز لفطر تقريبا 250 جرام او الكمية اللي انتو بتكون ياها بدنا نقطع الفطر بهاي الطريقة منقطع كل الكمية وفي عندي بصلي كبيرة بدنا انقطع كمان بهاي الطريقة طبعا فيكن تقطعوها بشكل شرائح وفيكن تقطعوها بنفس الطريقة يلي انا عم اعملها كيف ما بتكون فيكن تقطعو البصلي وفي عندي هون صودة دجاج هالكمية هاي تقريبا نصف كيلو شايفين بالمنديل هيك بمسح السودة السودة ما بصير تتغسل وهلا بدي اقطع السودة وفيه هون اذا بيطلع عنكن هذا الشرش الابيض بتحاولوا بتتخلصوا منه قدر المستطع ومنقطع السودة بالمقاس المطلوب بتكون ياها كبيرة او صغيرة هذا الشي بيرجع لكم اختياري المهم انه تحاولوا تنطفوا السودة من هذا الشرش الابيض واطعوها بهذا المقاس شايفين هدول نتخلص منهم هيك السودة صارت عندي هون جاهزة على اول شغلة بدي حط زيت نباتي وبيدي حط شوية زبدة لازم تكون المقلاية سخنة اول شي بدي انزل بالفطر ومتل ما انه المقلاية لازم تكون سخنة كتير نعمل تحريكة خفيفة وبعدين نترك الفطر لحتى يتقلق نحاول ما نحرك الفطر كتير وبعدين بس ياخد لون نحركه بهي الطريقة كرمال ما تنزل مية الفطر وهلأ بدنا نحط فلفل اسود وشوية ملح هلأ الفطر صار عندي جاهز بحطه على الجنب هلأ هون بدي حط شوية زيت نباتي وشوية زيت زيتون وهلأ بدي انزل بالبصلة بنا نقلل البصلة اول شي على حرارة قوية بعدين منخفف الحرارة نحنا بدنا نكرمل البصلة يعني بدنا ياها تاخد لون حلو شايفين هلأ بس اخد لون انا خففت الغاز وبحرك كمان بين الحين والاخر وهلأ بدي غطي الطنجرة ومثل ما كون شايفين انا خففت الغاز شوي بدي لحتى البصل ياخد لون حلو ويتكرمل يعني يصير يعطي حلاوة اهم شي نحركه كل شوي هلأ تقريبا صار هون عندي البصل جاهز في عندي توم هالكمية هاي تقريبا بدي ااخد نص الكمية وبيدي افرم التوم فوق البصل نص كمية التوم تقريبا اربع اصنان من التوم هلأ بحركن شوي صغيرة وهيك البصل صار عندي جاهز هلأ بشيله وبحطهم فوق الفطر هلأ بنفس الطنجرة حطيت مي مغلية طبعا انا ما غسلت الطنجرة اللي حتي ياخدو من الطعم هون حطيت السودة سودة الدجاج وحطيت ورق غار وبغار حلو كم حبة وفلفل ابيض كمان كم حبة هلأ بس هون بلش شغلي المي عندي بدي شيل هذا الزفر شايفين حبايب بشيلهم قدر المستطاع يعني انا السودة بدي تغلي بس لمدة يعني بين الخمسة للعشر دقايق مو اكتر من هيك هلأ غسلت الطنجرة كتير منيح وهون حطيت معلقة سمنة وحطيت زيت نباتي ولازم تسخن عندي الطنجرة منيح بعد ما سخنت نزلت بالسودة طبعا شايفين السودة شلون شكله بقلي مع السمنة وهون نزلت بالفطر والبصل بقلي مع بعض وهلأ بدي غطي الطنجرة وخلي لحتى يستوه شوية صغيرة طبعا هلأ أكل ما بتطول كتير هلأ بعمل تحريك أهم شي كل شوية منحرك وهلأ بنبلش نحط التوابل في عندي هون كزبرة بدي حط شوية كزبرة تقريبا معلقة صغيرة وبدي فليفلة حمرة وبدي كمون كمان هيك بنحط رشة كمون وبدي شوية صغيرة سبع بهارات يعني تقريبا ربع معلقة صغيرة بحرقهم مع بعضون كتير منيح وهلأ بدي حط كمية التوم المتبق أربع سنان كمان هلأ بنحرقهم مع بعض كتير منيح هون بدي حط شوية فلفل أسود وبدي حط ملح طبعا فيكن دوق كمية الملح هي اللي بتكون ياها هيك تقريبا هلأ هون عم دوق صارت ممتازة هلأ طفيت الغاز وبيدي حط دبس رمان بيعطي طعم كتير طيب وبيدي حط ليموني فريش عصير ليموني فريش طبعا بعد ما طفينا الغاز وهيك صارت عندي السودة جاهزة هلأ بغطيها وبخليها شوي ترتاح وصارت جاهزة للسكب هون عم صب السودة طبعا ما فيني أزفكم قدش طعم طيبة ريتو ألف صحة هنا على علب كتير